ابتداء من يوم غد المحافظون في المحافظات سيستقبلون أو يعدون قوائم بالشباب عداد الشباب الذين تشملهم عملية برنامج التدريب التي وضعته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي احنا قلنا من عمر 18 سنة إلى عمر 30 سنة ومن شهادة الدكتورة إلى الأمي الذي لا يقرأ ويكتب هذا كلهم ينتظمون ببرنامج تدريبي ويأخذون عليه منح شهرية يعني تتراوح بين 200 ألف دينار إضافة وبالتالي عملية تأهيلهم للعمل في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المختلط والقطاع الاستثماري إلزام الشركات الاستثمارية بتشغيل الكفاءات العراقية والشركات العراقية